ننتقل إلى خان يونس لكن قبل خان يونس اسمح لي سيادة الواء سنستعرض فيديو أيضا للمقاومة ثم نعلق على هذا الفيديو وننتقل إلى جنوب قطاع غزة هذا الفيديو هذه المرة لسرايا القدس اشتركوا في القناة سيادة أنا تعليقي الأول الذي أريد أن أسأله نشاهد إطلاق الصواريخ ونستمع لصوت الزنانة طائرات الاستطلاع التي تحدثت عنها قبل قليل أنها تغطي سماء غزة ما دلالة ذلك يعني الإطلاق يترافق مع طائرات الاستطلاع يعني هو عملية الإطلاق هذه القذائف كما لاحظنا لا يوجد آليات ولا قاذفات هي عبارة عن عملية توضيع للصواريخ على سطح الأرض قد يكون يستخدم أحيانا بعضا من القطع السمنتية أو حجارة وتثبيتها وعملية توصيل الفتيل وتفعيلها تشغيلها لذلك عملية التوضيع إذا لاحظنا أنه حتى في إطلاق الهونات في بعض منها تحت أشجار الزيتون وبين المزارع لذلك ليس من السهولة أن يتم رصدها قبل الإطلاق قد يتم الرصد بعد الإطلاق لكن أبطال المقاومة يقوموا بتوضيحها تثبيتها عملية الإطلاق ومن ثم يغادروا المكان لا يوجد قواضف يعني ما في آلية لا يوجد راجمات عادة الكتيوشا بيكون له في راجمة آلية مدولبة ولأن لا يوجد لدى المقاومة تستخدم هذه القذائف بالأساليب البدائية التي بين أيديهم لإيقاء خسائر في القوات الإسرائيلية كذلك نلاحظ بأن هذه الرشقات الصاروخية المتعددة هي عبارة عن نار إسناد وعملية القيادة هذا يدلني على عملية القيادة والسيطرة عندما يتم رصد قوة معادية يتم الطلب من القوات التابعة للقسام والفصال المسلحة وسرايا القدس بأن يتم إطلاق رشقات صاروخية أو من الهاون من مواقع أخرى يعني المواقع التي يتم الإطلاق منها هي تكون أحيانا بعيدة عن موقع القوات المقاومة التي تشتبك مع القوات المعادية يعني يتم تمرير معلومات بناء على الرصد والمراقبة والسهداف هذه القوات وكما نلاحظ أصبحت عمليات شبه يومي وتوقع خسائر وحيث أنه معظم الأوقات تهبط الطائرات المروحية لإغلاء الإصابات هذه الاستهدافات هي في الجنوب جنوب قطاع غزة هذه القذائف انطلقت من الجنوب ونتحدث الآن عن خان يونس المخور الرئيس يعني خان يونس عندما نتحدث عن منطقة عباساني الكبيرة هي تقع بين خزاعة وبين السهلة كما نلاحظ في المنطقة الشرقية عملية يعني اليوم عمليات قتال ضارية حرب تدور في هذه المنطقة باستخدام كل أنواع السلاح الموجود لدى العدو الإسرائيلي اليوم استخدم المدفعية وسلاح الجو والطائرات الأباتشي والطائرات الكواد كوبتر وتم إطلاق النيران من الآليات من مدافع الدبابات ضمن هذه المنطقة الاشتباكات عنيفة التي تدور ضمن هذه المنطقة ونحن نتحدث عن 81 يوم من القتال في منطقة خان يونس وما زالت العمليات شديدة للقتال علما بأنه من الأسبوع الماضي صرح الجيش الإسرائيلي بأنه يشارف إنهاء العملية في خان يونس الآن كان هناك أحزم نارية في منطقة خزاعة علما بأني أشرت يوم الأمس بأن خزاعة تم تدميرها بشكل كامل جميع المباني صور الأقمار الصناعية تشير إلى ذلك بالإضافة إلى أنه استهدفت منطقة البطن السمين وقزال النجار بقصف عنيف منطقة محيط مجمع أو مستشفى الأمل كذلك تم إطلاق النيران على هذه المنطقة في منطقة المنطقة التي هي جنوب قزان النجار كذلك طائرات الأباتشي كان هناك استهدافات طائرات الكواد كابتر المسلحة تستهدف المواطنين وتقوم بأعمال القنص في منطقة خربة العدس بعجالة لو صنحت سيادة تكتبع لرفح كان هناك اليوم قصف مدفعي في المنطقة الشرقية بالإضافة إلى غارة جوية في المنطقة الشمالية لرفح والأمر الفارق اليوم أنه كان في غارات جوية جنوب رفح أن تؤدي إلى مقتل ما يزيد عن 85 ألف ليس بسبب الانفجارات إنما من الأمراض ومضاعفات العمليات التي جرت سابقا أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات سيادة اللواء الركن محمد علي أصمادي